الموقف اليوم انتفاضة نواب الحاكم أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا حسنا فعل نواب حاكم مصرف لبنان بإيضاح خلفية موقفهم علنا خلال شهاداتهم أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية وبالرغم من أن هذا الإيضاح لا يعفيهم من المسؤوليات المترتبة على الصمت العلني على الأقل خلال السنوات التي مضت من ولايتهم والاكتفاء بتسجيل التحفظات الخطية على قرارات الحاكم وإرسالها إلى حكومة لا تقرأ وإن قرأت لا تجيب واكتفائهم بالمعارضة بصمت بينما كانوا يعلمون بأن في الأمر كارثة تصيب الوطن وأن إعلانهم عن هذا الخلاف وتاريخه ربما يصحح الصورة لجهة أنهم ليسوا مجرد بيادق يستغلها الحاكم لتمديد ولايته بصورة مباشرة أو ملتوية مع تأكيدهم أن التلويح بالاستقالة كان موجها للحكومة التي بات واضحا أنها كانت شريكا للحاكم الذي كما قالوا كان يستضل دائما بالتفاهم مع الحكومة برئيسها ووزير ماليتها لعدم أخذ اعتراضات النواب بعين الاعتبار الذين يدافعون عن الحاكم بدأوا بشن الهجوم على نواب الحاكم وانتفاضتهم إلى حد تحميلهم كل المسؤولية عن سياسات الحاكم وإعفائه منها فيما هم هؤلاء الذين يدافعون عن الحاكم يقدمون أنفسهم ومؤسساتهم متاريس لحمايته وبعضهم بالأمس بعد مثوله أمام قاضي التحقيق تحدث عن أن الحاكم أثبت أنه كان متفوقا في المسار القانوني كيف أثبت ومن قال لكم أنه أثبت وهل كنتم في جلسة التحقيق وهل أن التحقيق لم يعد سريا وهل القاضي هو من أبلغكم أم أن الحاكم طلب منكم أن تقولوا ذلك على كل حال الآن بات واضحا أن النواب نواب الحاكم لن يستقيلوا وأن النائب الأول مستعد لتسلم المسؤولية وللتبوء صلاحيات الحاكم وفقا للقانون فإلى أين الصورة التي يجري الترويج لها تقول أن لبنان في وضع سيء ماليا وعلى شفى انهيار وأن رحيل الحاكم سوف يعني تسريع الانهيار الذي كانت عبقريته والثقة به تحول دون وقوعه هذه صورة مخادعة صناعها الحاكم وفريقه والمؤسسات الإعلامية الكثيرة المجندة للترويج والتسويق له لاعتبارات يجب أن نظن أنها فكرية موسوعية لعبقرية هذا الحاكم فحاش هؤلاء أن يكونوا مجرد من يبيع ضميره لقاء المال الصورة الحقيقية مخالفة لكل ما يزعمه الحاكم والمطبلون والمزمرون من ورائه وتقولها الأرقام وهي كما تقول شهادات نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل أننا نخسر كدولة ومصرف مركزي بين 700 و 800 مليون دولار شهريا على منصة صيرفة سواء لفارق تغطية تحويلات المصرفية التجارية وغير التجارية عن التدفقات أو لتمويل متطلبات الإنفاق العام وهذا يعني بين 8 مليارات و 10 مليارات دولار في كل عام فهل من أحد يملك جوابا من أين يتم تمويل هذا المبلغ الضخم الذي يعادل وحده في سنة واحدة كل حجم الاحتياطي الذي يملكه مصرف لبنان المصرح به والذي بقي هو نفسه خلال سنتين لم يتغير كيف أن سعر الصرف باق على حاله الاحتياطي باق على حاله ومصرف لبنان ينفق بين 8 و 10 مليارات دولار في السنة الصورة الحقيقية هي أن لبنان يحقق فائضا في ميزان المدفوعات ناجم عن تراجع الاستيراد وتحسن التصدير رغم كذب التقارير المصرفية المتخصصة بين مزدوجين على هذا الصعيد فالعجز التجاري تقلص من 18 مليار دولار عام 2018 إلى 6 مليارات دولار هذا العام فقد انخفض الاستيراد من 20 مليار إلى 10 وارتفعت الصادرات من 2 مليار إلى 4 وهذا العجز التجاري يقابله 6 مليارات بدل 18 مليار تدفق تحويلات تزيد عن 8 مليارات دولار من اللبنانيين في الخارج 4 مليارات من عائدات موسم الصيف 4 مليارات أخرى من عائدات مواسم الأعياد ما يعني فائضا أوليا يقارب 10 مليارات دولار سنويا هذا هو مصدر تمويل إنفاق مصرف لبنان في منصة صيرفة وتمويله لإنفاق الدولة والتحويلات الخارجية غير التجارية من دون أن يتأثر سعر الصرف منذ مطلع هذا العام رغم محاولات التلاعب تمهيدا لحملة ضغوط تسبق نهاية ولاية الحاكم للترويج للحاجة لبقائه يمكن توفير نصف هذا الفائض على الأقل وتوظيفه في خطة نهوض ومعالجة للأزمة سواء ببرمجة إعادة أموال المودعين أو بدء هيكلة القطاع المصرفي ونقطة البداية كما قال نواب الحاكم إنهاء التلاعب بسعر الصرف الذي يشكل الباب السري للفساد والمحسوبية والزبائنية حيث تفتح وتقفى الأبواء بحق شراء الدولار المدعوم في صيرفة بأمر من الحاكم لا بأمرنا أي النواب على نواب الحاكم أن يعلموا أن انتفاضتهم المتأخرة يمكن أن تكتب لهم أو عليهم وفقا لأدائهم بعد نهاية ولاية الحاكم وأن بين أيديهم الآن القرار في أن تكتب أسماؤهم بأحرف من نور أو بأحرف من عار الآن نقول لهم أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا وللكلام تتم في ضوء الأفعال